تحياتي لتلميز صف الأداب والإنسانيات بمادة الفلسفة العامة لح منكون نحن وياكم اليوم مع الحصة الثانية من درس الشخصية بنهاية هالحصة اللي لح بتكون تحت عنوان المكونات الجسدية والنفسية للشخصية رح بتكونوا قادرين على التعرف على المكونات الفطرية والجسدية والنفسية للشخصية التعرف على قراءة أبرز الفلسفة والعلماء اللي تناولوا الجانب الفطري للشخصية أي الطبع وعلم التباع ورح بتكونوا قادرين على نقد نظرية علم التباع بننطلق نحن وياكم من هالصور يلي عم نشوفها قدامنا على الشاشة ومنطرح السؤال التالي ما الذي نراه في هذه الصور؟ نحن نشاهد أطفالاً مع أهلهم يشبهونهم بالشكل وبالتصرفات وما هيدا إلا دليل على أن العوامل والاستعدادات الوراثية هي التي سوف تؤلف شخصية الإنسان من هون مننطلق لنحدد مفهوم الطبع بالنسبة لشخصية الإنسان ومنقول بما أن الطبع كما ذكرنا هو مجموعة العوامل والاستعدادات الوراثية التي سوف تؤلف شخصية الإنسان فهذا الطبع يمثل الركائز الأساسية لهذه الشخصية أي تلك العناصر الثابتة التي ورثناها بيولوجياً أي بالفطرة والتي سوف تتكون منها شخصيتنا فيما بعد فالموروث البيولوجي هنا بحسب أنصار نظرية علم التباع هو ما يكون هذا الطبع وهم يرون أيضاً بأن شخصية الفرد الإنساني محددة سلفاً بحسب طبعه الخاص ما يعني هذا؟ يعني أننا ورثناها أو فطرنا عليها عندما ولدنا فالطبع أو الخلق هو فطري في شخصيتنا هو سابق لتاريخنا الشخصي وهو بالتالي والحالة هذه ثابت ومستمر فينا لا يمكن تغييره بأي حال من الأحوال وهلأ راح نقوم نحن وياكم بتقديم عارض تاريخي للنظرية الفطرية أو نظرية علم التباع من المعروف أنها النظرية هي نظرية أديمة نالت اهتمام العديد من الفلاسفة والعلماء وهي تنظر إلى الإنسان بوصفه يولد بطبع معين وفقاً لتركيبته البيولوجية وبالتالي المكونات الفطرية للشخصية هي مكونات جسدية ونفسية وبها المعنى قال الفيلسوف اليوناني ديمو قريتس وهو صاحب نظرية الذرة الشهيرة أن طبع الإنسان هو قدره بمعنى أن هذا الإنسان ولد وله هذا الطبع ويمضي حياته كلها بهذا الطبع أتابع مع هذا العرض التاريخي وتحديداً مع كل من أبقراد، جالينوس، الرازي وابن سينا الذين اعتقدوا بوجود أربعة أمزجة أساسية في جسم الإنسان فميزوا بينها وقالوا بأن هناك صاحب المزاج الدموي وصاحب المزاج الدموي هو شخص نشط متفائل سريع الملل وصاحب المزاج السوداوي وهو مزاجي تأملي سريع الغضب أما صاحب المزاج الصفراوي فهو مندفع متهيج يفعل ومن ثم يفكر ويبقى صاحب المزاج الرابع البلغني وهو هادئ خامل يصعب استفزازه ومن المعروف أنه بعد وفاة أبقراد بحوالي 100 عام ربط الفيلسوف الحكيم سقراد بين هذه العناصر وبين أمزجة الناس فغدا هناك مزاج ناري ومائي وهوائي وترابي وهو ما يصطلح على تعريفه بالعناصر الأربع من تابع ومنوصل للعصر الحديث واهتمام علماء النفس بطبيعة الشخصية ومنوصل للمحلل النفس الشهير وأحد أبرز تلامذة سيجموند فريد السويسري كارل يونغ يلي ركز على وجود طبعين فطريين أساسيين لدى جميع البشر وهما المنفتح على الآخرين والمنطوي على ذاته أما بالنسبة لعالمة الإناصر الأمريكية روث بنيكت فقد استوحت التقسيم اللي أدموا نيتشي الفيلسوف المثير للجدل لأنواع الشخصية الإنسانية ونيتشي اعتبر أن الشخصية الإنسانية في جميع الثقافات تمقسم إلى قسمين أساسيين الشخصية الأولى هي الشخصية الأبولونية نسبة إلى أبولون إله الإنسجام والإتقان ومن المعروف أن أبولو هو رمز الجمال هو إله الشعر والرسم والنبوءة والمسيئة والإنسجام عقلاني منطقي ومعتدل السلوك وعلى عكس أبولو كان ديونيسيس ومن هون وضع شخصية ديونيسية نسبة إلى ديون إله السكر والفوضى وبيعتبر ديونيسيس إله الخمر والنشوة والفحولة والطبيعة لا يحترم القوانين ولا يلتزم بالقواعد نصل نحن وياكم لأحد أبرز مؤسسي نظرية علم التباع الحديثة عالم النفس الهولندي هايمين هايمين بالحقيقة وضع خاصيتين أساسيتين للطبع وهن الإنفعالية أو العاطفية والعملية وما اكتفى بهذا الشيء إنما ضبط هاتين الخاصيتين بفكرة أسماها الأثر الباقي اعتبر أنه هذا الأثر الباقي يكمل هذين الطبعين الانفعالي والعملي وقسم هذا الأثر إلى قسمين الأول هو أولي وضعيف الأثر أي بيكون عفوي وهو الذي يعيش اللحظة الراهنة أما الثانوي فهو الذي يبقى فيه الأثر طويلا بعد انقضاء الحدث الذي تعرض له وهو الذي تترك فيه التجارب والبادي أثرا معينا وصدا عميقا كذلك هايمين قام بالربط بين الطبع وبين خصائص الوجه وذلك في محاولة لدارس التشكل البيولوجي وأثره في تكوين شخصيتنا فيرى أن صاحب الوجه الممتلئ والمستدير هو شخص خامل بطبعه بينما صاحب الوجه النحيف هو شخص عصبي بطبعه من بعد ما عرضنا نحن وياكم لنظرية علم التباع أو للمكونات الجسدية والنفسية للشخصية لابد لنا أن نصل إلى نقد هذه النظرية فكلنا بنعرف أنه أي نظرية لا يمكن أن تكون كاملة لابد أن تتعرض للنقد وكذلك نظرية علم التباع على الرغم من أهميتها بدراسة طبيعة الشخصية الإنسانية بالرغم من نجاحها بمحاولة التأكيد على فطرية طباعنا إلا أنها بطبيعة الحال لم تسلم للانتقاد فنعرف نحن أن تكون الشخصية بالغالب يخضع للاختلاف بين أطباع البشر والسبب بهذا الشيء عارة يكون إلى أو يعود إلى القواعد العضوية الدماغية التي لم يستطع العلم حتى اليوم أن يكتشفها أنه هي مسألة غير قابلة أو غير خاضعة للمراقبة المباشرة بالإضافة لهذا الشيء أخطأت أيضاً نظرية علم التباع بحصر الإنسان بالجانب العضوي فقط يعني ليس مقبولاً أن يكون هناك جانب واحد لتفسير شخصية الإنسان وأن نحصره في الجانب العضوي فقط كذلك تصنيف الناس بحسب عدد محدود من التباع هو أمر يبدو متكلف يبدو ضيق الأفق وهذا أيضاً لا يجوز وهذا يؤخذ على نظرية علم التباع كذلك يؤخذ عليها أيضاً بأنها لم تهتم بتفسير التباع بل اكتفت بوصفها بتصنيفها بحسب نماذج محددة ومن الواضح أيضاً أن علم التشكل أو علم الفراسة بالرغم المظهر العلمي بقى بالفشل وأدى إلى نتائج مخيبة للأمال باعتبار أن هناك أسباب أخرى ترتبط بالجسد مثل إفرازات الغضد الصماء بالدام يلي قدموها مثال هون بتشكل العمل الأساسي بتحقيق ثوابة البيولوجية ومن المعروف أيضاً بالنقطة الأخيرة بالنقد بأن الصحة الجيدة وخصوصاً الصحة النفسية بتخلي الشخص يكون عنده ميل أكثر إلى التفاؤل فيما تزيد الأمراض المستعصية من حدة المزاج ومن العنف في التعامل مع الآخرين وهذا كله بيؤدي إلى تحقيق عدم توازن بالشخصية وهيك منكون وصلنا لختام نقد نظريات علم التباع قبل نهاية الحصة منوصل نحن وياكم لنقوم بتمرين تطبيقي سوا هالتمرين هو تمرين بسيط بيرتكز على استخراج المفاهيم الرئيسية بالحكم الفلسفي وهالحكم هو لأحد علماء نفس التباع المحدثين هالحكم بيقول التالي إن الطبع ليس الفرد ككل بل ما يمتلكه هذا الفرد من عوامل وراثية تتشابك فيه هذا الطبع جامد ودائم وهكذا يمكن القول أن ما من شيء مرتبط بالطبع إلا ويعتبر فطريا وراثيا يولد مع الفرد ويعمل على تكوين طبعته الأولية استخرج المفاهيم الأساسية في هذا الحكم إذا ما قمنا أعزائي تلميز باستخراج الكلمات المفتحية التي لا بد لنا من معرفتها كي نستطيع فهم هذا الحكم الذي بين أيدينا سيتبين لنا أن هذه المفاهيم ستكون على الشكل التالي ومثل ما هو معروف أن المفاهيم الأساسية هي الكلمات المفتحية اللي بتساعدنا على فهم القول أو الحكم أو النص اللي نحن بصدد تحليله الطبع عوامل وراثية جامد ودائم فطريا يولد مع الفرد وتكوين طبيعته الأولية ومنكون نحن وياكم اليوم تمكننا من فهم طبيعة ومعنى المكونات الفطرية والجسدية والنفسية لشخصياتنا أيضاً منكون تعرفنا على أراء العديد من علم النفس وخصوصاً المحدثين منهم اللي تناولوا هالمسألة وتساعدوا فيما بينهم لوضع تحديد أشمل لأنواع شخصياتنا ومن أبرزهم كان مثل ما حكينا هايمين ويونج وأيضاً وأيضاً تمكننا من بناء نقد للنظرية الفطرية بالاستناد إلى الثغرات اللي وقع فيها مؤيدو هذا الجانب وهيك أعزائي الميز منكون وصلنا نحن وياكم لختام الحصة التانية من درس الشخصية بحيث أنه شرحنا بهيد الحصة النظرية الفطرية وشرحنا نقدة آملين أن نلقاكم بحصة أخرى مفيدة نترككم في أمان الله اشتركوا في القناة